ازايك ازايك يا نمور عامي ليه ما جبتش الاسكوتر بتاعك ليه عشان تلعب بيه معايا اهلا اهلا يا سمبا انا بابا زعقلي عشان لقاني بقى تجري بالاسكوتر جامد جدا وخاف علي وقال لي انت هتتعاقب يا نمور وهاخد منك الاسكوتر كمان عشان تحرم تجري تاني بيه يا نهر ابيض يا نمور انت ازاي تجري بالاسكوتر ماينفعش لازم ان تسمع كلام باباك وتمشي بيه بالروح عشان ما تقعش فعلا فعلا يا سمبا انا خدست علمت الدرس ايه ده ايه ده بص من جاي هناك ازايك يا صاحبي عاملين ايه ايه رايكو في العربية بتاعت الحلوة دي الله حلوة اوي يا انا يا اردون دي جاملة اوي ممكن تهديني لفة بها بعد ما نخلص لهم طبعا طبعا يا نمور يا صاحبي هديك لفة طبعا انا هاخد ده استي لفة انا وسمبا كده ونيجي بسانة عشان هديك لفة من بتاعتي وسمبا كمان هديك لسكوتر بتاعه صحة ولا ايه يا سمبا ايو ايو طبعا يا نمور هديك لفة بالسكوتر بتاعي بس احنا هننعب بهم الاول الله يا صاحبي ناقف هنا وفرج عليكم يا سلام ده شكلهم حلو اوي ايه ده ايه اللي هناك ده ينار ابيض طعالوا يا صاحبي بسرعة طعالوا هنا هو بسرعة في كلب هناك في كلب هناك هيهجم عليكم بسرعة بسرعة تعالوا يا متشكرين اوي يا نمور اللي انت حذرتنا اللي كان فيه كلب هناك كان ممكن يعضونا او يعمل فينا اي حاجة ايو اوي اصحابنا كنت خايف عليكم اوي شكرا شكرا يا نمور تعالوا بقى اركب معايا عشان نمشي من هنا هنروح حتة دايين ننعب فيها يا سلام حلو اوي السكوتر بتاعي الجميل ده العب بقى في الحتة اللي هناك دي ايوان الحتة اللي هناك دي حلو اوي ايه ده ايه ده الواد هلك هناك اهو مع اسكوتر جديد خد يدي أمرك هنا وخد هنا ايه ده ايه امشي من هنا يا حرامي انت عايز تسرق الاسكوتر بتاعي ايه ايو 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 يا يا كانك هذه السكوتر داي يلا gone هاته هاته وهم اغضه هنا ايه ده يا نهر ابيض انا هقول لبابا يا رتني ملعب تب الحتة البعيدة عن البيت ده يا رتني لعب تبه قدام البيت بتاعنا اقف عندك يا حرامي هنا وسيب الاسكوتر بتاعه ايه 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 ده سيبا أمشي يا واجي يا سمبا من هنا هنا سيبني أمشي بالسكوتر لا والله لقوا في نواك عبيلك كمان عشان انت تسيب السكوتر اوه 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 كده قاعتين يا سمبا طيب سيبني أهرب سيبني أهرب يا سمبا تهرب فين يا حرامي إزاي تسرع السكوتر بتاع ابني هالك أو انت فكر لا لا هسيبك ولا ايه ما طبعا مش هسيبه تعال هناو لازم أن دخلك السجن هو لاز خلاص يا عم هالك خد الاسكوتر اهو سيبني امشي لا يا حبيبي ما فيش الكلام ده هتخش السجني انا هتخش السجني عشان تحرم تسرق حاجة تاني متشكر اوي يا سيمبا حبيبي على انت عملته ده شكرا يا حبيبي ليك اوي العاف العاف يا عمه هالك دي اقل حاجة عندي وانت هالك يا صغير انت متعاقب وهاخد منك الاسكوتر عشان بها دي كده تبقى تلعب قدام البيت وما تروحش في حتة بعيدة تلعب فيها اما انت يا سيمبا خد بقى شوية هدايا هي اتفضل كل الهدايا دي لك انت يا سلام متشكر لك اوي يا عمه هالك يا انا فرحاون اوي كل الهدايا دي ليا شكرا شكرا يا عمه هالك انا هاخد بقى الهدايا دي وراح وريها البابا بسرعة ده يفرح بي اوي يا سلام بابا بابا بص يا بابا الهدايا لعمه هالك الدهاني ده دايه هدايا كتير اوي او ده انهراب يا دي سيمبا ده فعلا هدايا كتير اوي ليه يا حبيبي عملت ايه استنى مساكت الحرامي اللي سأل الاسكوتر بتاع ابنه هالك ساطر يا سيمبا بربع عليك يا حبيبي بس اهم حاجة ما تعملش مشاكل يا سيمبا وتخلي بالك على نفسك حاضر حاضر يا بابا انا هروح لعبها هناك شوية مش يا حبيبي ايه ده اه بقولك ايه بقولك ايه يا سكار يا صغير ممكن تديني العجلة بتلعك انا لعب بها شوية طبعا طبعا يا سيمبا اتفضل العجلة بتعتي ايه شكرا شكرا يا سكار هلف بها لفها كبهنك على طول ماشي ماشي يا سيمبا انا عادي واصلا انا تعبت من لفي بها شكرا يا سكار المشي بقى بها كده شوية ايه ده اه ايه ده يا ميمون ان انت عملت دولة ده ينفع ترمي ايش الموسكت على قرض انا تكعبالت وقعت والعجلة بتاعت سكار واعت كمان تكسرت اقول لنا ايه بقى دلوقتي انا اسف انا اسف يا سيمبا حاجة علي حاجة علي ايه بس انا اروح ادهاله اللي انت عملته في العجلة بتاعتي انا اسف اوي يا سكار انا اسف ازاي يعني اسف ازاي انت كسرتها علي خالص والله انا راح اقول لبابا بابا بابا الحاني يا بابا الحاني يا بابا سيمبا تكسر لي العجلة بتاعتي اولها الابيض ازاي سبنا ابني الملك ده يكسر لك العجلة بتاعتك وانا موجود استنى علي انا راح اقول لبو دلوقتي ايه انت يا سيمبا ايه انت يا سيمبا ايه ايه يا سكار في ايه ابن الكسر لابني لعجلة بتاعته ينفع كده ينفع كده يا سمبا يا نهرابيد ازاي يا سمبا تعمل كده انا اسف جدا يا سكار استنى بس يا بابا دي مش غلطتي ده غلطة اردون هو اللي اكل المزورة مع الارض وانا رحت اتزحلقت قبل عجلة كسرت انا ما كانش قضي يا بابا انا ماليش دعوة مغلطة مين اهم حاجة انت اللي قسرت قدامي لعجلة خلاص خلاص يا سكار يا سمبا ما تلعبش تاني مع ابن صغير فهم يا سمبا اوعى تلعب معه تاني ايه وكده اوعى تبلعب مع ابني تاني خلاص حاضر حاضر يا بابا حاضر بابا بابا ممكن يا بابا تجيب لي سكوتر كده بدل سمبا قسمت لي العجلة بتاعته خلاص يا سكار حاضر يا حبيبي اجيب لك سكوتر بس سيبني بس انام شوية واول مصحة اجيب لك السكوتر على طول شكرا يا بابا شكرا يا بابا يا بابا انا عايز عجلة يا بابا مليش داوة طيب يا سمبا هجب لك عجلة بس بشارطة ما تلعبش تاني مع ابن سكار ده خالص حاضر يا بابا مش هلعب معاه شاطر يا سمبا اروح اجب لك العجلة يا حبيبي وهيجي ماشي يا بابا اه سكار يا سكار بوسل سكوتر الحلو اللي انا جبته لك ده اه لا حلو يا بابا شكرا مشكر بك قوي لا عفو يا حبيبي لا عفو يا سمبا يا سمبا يص يا حبيبي انا جبتلك العجلة اللي انت كنت عايزها حلوة قوي يا بابا تشكلها جميل قوي متشكل لك قوي ممكن بقى رح اخد بيها لفة كده ولا عب بيها طبعا يا سمبا بس اوعى تعمل مشاكل حاضر حاضر يا بابا ايه ده؟ ايه ده يا سمبا اللي معك ده؟ ده عجلة جديدة دي ولا ايه؟ ايوة ايوة يا سكو ده عجلة جديدة بابا اشتري هالي حلوة قوي ممكن اخد لفة بيها يا سمبا؟ تجي مبدل؟ هلاص ماشي هاتي اللي سكوتر بتاعك وانت اخد العجلة بتاعتي ماشي يا سمبا قالك اتبقى اللي سكوتر كده بالراحة عشان ما كسرها لوش اه يا نهر ابيض اه انا كاملت وقعت في الحجارة واللسكوتر بتاع سكورة تكسر اعمل ايه اعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده يا سمبا ده؟ انت كسرتاني تاني اللي سكوتر والله لا رح اقل لبابا يا بابا يا بابا انعاني يا بابا سمبا كسرتاني اللي سكوتر الجديد لا ده كسرتاني عجلة وكمان سكوتر والله لان رايح له بقى المرات عشان اشوف حل للموضوع ده مش هينفع كده لازم اشوف حل للموضوع ايه انت يا سمبا ايه ايه يا سكار فيه ايه؟ مالك؟ ابنك ابنك كسر لابني اللي سكوتر الجديد ينفع كده؟ يا نهر ابيض يا سمبا هو انا مش اقكدت عليك اللي انت ما تكسرش لحده بتلعبش مع ابن سكاردة خالص ازاي تلعب معاها؟ وانا مش اقكدت بتلعبش معاه؟ اه والله يا بابا هو اللي قال لي هو اللي قال لي تعالى مبدل للسكوتر بالعجلة بتاعتك انا مين انا؟ انا ميني هو اللي كيلعب معايا؟ اوه انا اي ايه لك ميموت مرة يا سمبا بتلعبش مع ابن سكاردة وبعدين يعني يا سمبا فاللي بيحصل ده؟ خلاص خلاص حل الموضوع ده عندي عقابك يا سيمبا اللي انت هتدي العجلة بتاعتك لابن سكار ليه بس يا بابا كده ليه بس هو كده يا سيمبا هو عشان ما تبقاش تبقى تسمع كلام بابا وما تبقاش تعمل اي حاجة من دماغك اهههههه اتفتر يا عم سكار العجلة هو بس على فكرة ابنك بقى اللي غلطان هاتر يا عجلة دي انا اروح اديها لابن سكار بسرعة ما تسعلش يا جيسيمبا انا كنت بغذر معاك قد انا اجيب لك سكوتر وكمان عجلة يا عم ولا تزعع على نفسك بجد يا بابا بجد ايبا يا حبيبي اجيب لك سكوتر دلوقتي حالا وكمان عجلة جميلة قوي شكرا شكرا يا بابا متشكل لك قوي بس اهم حاجة بقى المرات دي ما تلعبش مع ابن سكار ده تاني خلص خالص حاضر يا بابا مش هلعب مع ابن سكار ده انا هلعب لوحدي شاطر يا سيمبا يا حبيبي شطور شطور